مرحبا اخوان اعطاكم العافية معكم احمد شامان من قناة كانجستر غيم للتكنولوجيا طبعا اخوان اليوم الشرح الجديد رح شرح لكم هي كيف نعمل جيل بريك لاجهزة الايفون بدون كمبيوتر بدون اما نستخدم الكوابل بدون ما نستخدم اي اشي كيف نعمل جيل بريك عن طريق الموبايل بشكل مباشر عن طريق انه نحمل البرنامج ونثبتون نفتحه نعمل جيل بريك الجهاز بدون اي مشكلة طبعا اخوان الشرح بينطبيق على جميع اجهزة الايفون حتى ايفون 11 ايفون 12 ايفون 12 ايفون 12 برو ماكس بينطبيق هذا الشرح على جميع الاجهزة طبعا كل جهاز رح يكون له برنامج مخصص انا رح اشرح لكم اليها حاليا بالفيديو بس تابعوا معي الخطوات ولا تنسوني من الدعم في القناة وتجملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتعمل لايك على الفيديو وتنشروا الفيديو قد ما افضلوا عشان استفيد انا وتستفيدوا انتو ان شاء الله طبعا اول خطوة اخوان بدي اعملها بدنا نفوت على الاب ستور تمام بدنا نكتب بالبحث كلمة بريف تمام وننزل البرنامج اللي هو بريف اللي هو برنامج البراوزر هذا برنامج البراوزر وظيفته اخوان كثير حلوة رح اشرح لكم ياه بدنا نحمله نعمله البرنامج اخوان وظيفته انه بتقدر تحضر عليه اي اشي على الموبايل بدون اعلانات حتى لو بدك تحضر اسلام ومسلسلات بتقدر تحضرهم بدون اعلانات عن طريق البرنامج فهلا رح اضرب لكم برضو مثال من ضمن الشريح عشان تستفيدوا طبعا رح نثبت البرنامج وانا احنا ثبتنا ببرنامج هاد لانه لما نيجي انثبت برنامج الجيل بريك عشان ما نواجه اي مشاكل في الاعلانات واريحكم من هاي القصة انا ما بحب اشرح مثل الناس الثاني اعلانات وفوتها لا انا بحب اعطيك بشكل مختصر وبشكل مباشر عشان ما تتغلب وبعطيك اياه على البارد المسترية بس يثبت البرنامج اخوان باجي بعمل له اوبن تمام بشغله بعمل له اوبن باجي هلا بعمل الاو تمام بيفتح معي الموقع بيفتح معي البرنامج بعمل اسكيب باجي هلا هون بكتب اسم الموقع اللي انا راح ادخله اي جي بي بي او ان تمام او ان دوت نت بعمل شحطة بكتب كلمة فري وبعمل كمان شحطة زي ما احنا شايفين تمام بالصورة اكبرلكوا اياها زي ما احنا شايفين تمام باجي بعمل عفوا بس يمكن الموقع كتبنا غلط انا عامل له اصلا النسخ هاي مرة تانية اي جي بي بي او دوت نت شحطة فري بعمل جو تمام راح استنى شوي زي ما احنا شايفين فتح معنا الموقع طبعا الاعلانات هو الحاله بعملها حاله بشكل حذر طبعا هون مطور الموقع اللي عام للموقع صراحة انا ما اعرف منه اه عامل عنده شتراك في المتجر بتقدر تشترك في عنده برامج واتس اوب بلاس يوتيوب بلاس هذا ايش بعاج لك زحبه تشترك بتفوت عن المتجر تبع هنا ثلاث ابل اكيشن في حال كان جهازك من اي او اس 11 للاجهزة القديمة لحد اصدار 14.0 بتقدر تختار الانكافر تمام عندك البرنامج الثاني هو من بابلش من اصدار 14 للاجهزة الحديثة في حال كان جهازك 14 وفوق بتختار البرنامج الثاني في حال كان جهازك من IOS 13 بتختار الجهاز بتختار اخر برنامج. هلا انا بشرع على جهاز عليه نظام اللي هو 14.3 راح اختار البرنامج البنمص. بعمل له تثبيت. راح يحاولني على الخيار هادو بعمل له allow. تمام? راح يعجيني install على طول. بكبس install وبطلع من التطبيق. وبطلع من البرنامج وبستنى لما يحمل. تمام? راح استنى لما يحمل. ويثبت عندي البرنامج. هلا زي ما احنا شايفين ثبت البرنامج. باجي هلا اذا بتفتح البرنامج راح يحكيني ما بتقدر تفتح البرنامج. ليش? لازم تعمله وثوق للبرنامج. باجي على setting. بنزل على general. بنزل اخر خيار اللي هو device management. بفوت عليها. وبفوت هون. وبعمل trust. وبعمل trust. تمام? هيك بكون عندي البرنامج الثبت. برجع البرنامج حاليا. تمام? وبفوت عليه. هاي يفتح البرنامج بدون اي مشكلة. هلا في ان الخيار الاول بيكون نفعل مية بالمية. هدا راح راح نخليش افقال. هلا الخيار الثاني شو وظيفته? الخيار الثاني اذا بتحب تشغله. في حال نزل مثلا اعلى من الاصدار اللي عندك وحبيت تثبته بتشغل هذا الخيار. ما حبيت ما تشغل هذا الخيار. اشي ما بلزم. فانا بالنسبة لي ما راح يلزم لانه في حال نزل جيلبريك ثاني بتيجي بتي بشغلها على طول. وبرجع من اول جديد برجع بثابته. هلا باجع كلمة جيلبريك بكبس عليها على طول. بس تنى شوي زي ما احنا شايفين عملنا تحت كلمة رننج. واحد شحطة ثلاث. راح نستنى لما يخلص الثلاث خطوات الموجودة عندي. تمام? فرح نستنى حاليا. هلا اول الخطوة راح يحكي لك انه الجهاز لازم يطفي ويرجع يضوي. فرح نستنى لحتى يخلص الخطوة. طبعا في هاي العملية وهو بيثبت دير بالك تطفي الجهاز او يطفي معك شاحن. ياريت تكون شاحن الجهاز عشان ما يتأثر الجهاز. هلا بحكي لك انه الجهاز راح يعمل ريبوت. بعمله اوكي. تمام? باستنى الجهاز بس يرجع يشتغل. راح نستنى شوي. راح تحت التليفون يرجع يشتغل. هلا بس يرجع يشتغل الجهاز راح نرجع نفوت على التطبيق مرة ثانية ونكمل الخطوات مرة ثانية. راح نستنى شوي لحتى يجهز الجهاز. الجهاز. حتى لو طول الجهاز انت ما تعمل اي اشي. زي ما احنا شايفين. هلا بنفتح الجهاز. بنرجع نفوت على البرنامج مرة ثانية. وبنرجع مليك بس على كينما تجي لبريك مرة ثانية. بنستنى شوي لحتى يخلص. راح نستنى شوي. انا راح اخلي الفيديو شغال. حتى العملية تكون واضحة عندكم بدون اي مشاكل. في حال طلب الجهاز اكثر من مرة ريبوت مش مشكلة. اعمله ريبوت وخليه يعمل ريبوت مرة ثانية ومرة ثالثة. هلا راح نستنى شوي لحتى يخلص. حاليا بعمل عملية الرننج. هلا بس خلص كمان اخوان راح اشرح لكم شو وظيفة عمل برنامج يعني البرنامج كثير ممتاز. بتستخدم في حال انك بدك تفوت على اي موقع فيه اعلانات. زي موقع مثلا الايجي بست بدك تفوت عليه وتحضر اه فيديو. بدك تحضر فيلم. تمام? بيفتح لك الفيلم بدون اي مشاكل. بدون اعلانات. بدون ولا اي مشكلة ممكن تواجهها. فهلا الجهاز بلش يكمل. هلا انستوريتسيو. هلا عم بنزل بنزل زي ما احنا شايفين. راح نستنى لحتى يخلص. هلا بيجينا اشعار البرنامج. عملية الجيل بريك جدا اخوان سهلة. ما فيها اي تعقيدات. ما فيها اي مشاكل. بس ياريت انك تتبع الخطوات عشان ما تواجهك اي مشكلة. تمام? بالبرنامج. ما تضطر انك تواجه مشاكل ابدا ابدا. فهلا هيك احنا بنكون خلصنا عملية الجيل بريك. راح نستنى لحتى يشتغل البرنامج. عشان نشوف كيف اشتغل مية بالمية بدون اي مشاكل. طبعا اخوان بكملنا من الدعم لكم في القناة وتفعلوا زل الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل اشي جديد. هلا برجع بفوت على البرنامج. هاي وزي ما احنا شايفين عملية الجيل بريك تمت بدون اي مشاكل. بنفوت على السيو. وزي ما احنا شايفين هاي الجيل بريك اشتغل مية بالمية. طبعا عنده كان ادوات راح يطلب انت راح تعملها تمام راح تيجي تعملها زي ما احنا شايفين. ديجي بتعمل لها هاي بصير يساوي تلاقي ها هون. بعدين تيجي بتعمل لها راح يبلش يحمل فيها ويثبت فيها. طبعا هاد السيو اللي هو نفس برنامج بس متجر من سميه احنا متجر ثاني. زي ما احنا شايفين عم بثبت فيها. هو افضل من السيديا بكثير. بتصير شغلات. طبعا هلا راح افرجي لكم كيف راح هلا برجع بعمله. طبعا لما بدك تضيف سورسات او مصادر بتضيفها من هون. هاي المصادر المثبتة بالجهاز من هون بتضيف السورسات طبعا. وبتقدر تحمل منه اي اشي بدك يا تطبيقات على الجهاز. وهيك بتكون امورك مية بالمية والجيل بريك يشتغل عندك بدون اي مشكلة. طبعا اخوان في ملاحظة صغيرة بس. في حال طفيت الجهاز ورجعت ضويته بدك تكرر العملية بس اللي عملناها اللي هي الجيل بريك. بس لنك تكبس كلمة الجيل بريك. تمام? هاي العملية اللي راح تسويها. في حال برنامج الجيل بريك ما رضي يشتغل بس ترجع تعمل عملية اعادة تثبيت الو بتحذو بترجع تعمل اعادة تثبيت الو بترجع بس تعيد الخطوة مرة ثانية. هاي كل المشكلة اخواني ممكن اتواجهكم وحلقت لكم اياها فان شاء الله كل شي ما راح اتواجهه اي مشاكل. بالنسبة لبرنامج البرنامج اخواني رحكيت لكم عنه. مثلا في شغلة بدي اشرح لكم اياها هون. لما نيجي هون مثلا نفوت على جوجل. هلا انت بالعادة لما كنت تفتح. بدي افرجي لكم شغلة. كثير حلوة. لما نيجي نفوت مثلا على موقع ايجي بست. ايجي بست. تمام? هلا بالعادة كنا نفوت احنا تيجي تفوت على موقع. لما يفتح. ثواني شوية رح نشغل هاي الخطوة. رح نعمل باك. ونتأكد باش منها. يبدو هان انه برنامج الموقع ايجي بست اضاف البرنامج للا الحضر. فراح نتأكد مرة ثانية. يبدو اخوان انه موقع ايجي بست اكتشف هاي الثغرة ورجع وعمل هاي شغال عجلة الاندرويد. بس برضو لما بدك تفوت على اليوتيوب. تمام? لما بدك تفوت على اليوتيوب. ما رح يطلع عندك اي اعلان لانه هذا اليوتيوب مثلا انه من يفتحها يعمل له بلوك. عمل بلوك لكل اشي هاي بلقش يعمل بلوكات. شايفين? ما رح يطلع عندك اي اعلان بالمرة. زي ما احنا شايفين بلقش يعملها بلوكات. بس الايجي بست يبدو انه كموقع اكتشفوا الثغرة هاي. واضطروا يسكروها. فالموم اخوان بتمنى انه اكون ما قسرت معاكم بالفيديو. اه بتمنى انه طبعا برنامج بريف صحيح انسيت اقول لكم شغالة. مش بس على الايجي بست. على كل المواقع ايش في اعلانات ما رح تواجه هاي الاعلانات. هون بكون اخوان بتمنى ان اكون ما قسرت معاكم بالشرح. اتمنى اكون شرحت لكم برنامج بكل وضوح واي اشي بتواجهه في مشاكل في البرنامج جريت انكم تعطوا ليها اسفل فيديو. عشان اقدر اتواصل معاكم. ويعطيكم الف عافية.